موسيقى حياكم الله أخوان المشاهدين ومتابعي قناة سينما في سينما حلقتنا اليوم خاصة ورح نتحدث فيها عن الشباك التذاكر لواحد من أهم وآخر أفلام السوبرستار شارو خان رح نتحدث عن جوان بعد نهاية الأسبوع الأول كم حقق؟ فيلم جوان حقق في النسخة الهندية 347 كرور في الأسبوع الأول من عرضه وعندك 43 كرور يت من الجنوب يعني من الساوث تلقوا تمل مليالم والأمور هذه كلها لما نجمع هذه الإرادات مع بعض مع حصيلة نهاية الأسبوع الأول رح يوصل رقم فيلم جوان إلى 390 كرور ما نبقى نحط الكسور هذه 390 كرور بعد نهاية عرضه من الأسبوع الأول وهذا الرقم أكيد يعتبر رقم كبير جدا وهذا الرقم قاعد ينافس أيضا فيلم باتان في الأسابيع القادمة وأيضا فيلم قدر اللي وصل 517 كرور بعد نهاية الأسبوع الخامس وبالتالي خلونا نتحدث بالتفاصيل وبرؤية لغة الأرقام والأحصائيات وأيضا توقعاتنا لهذا الفيلم ميقانه قاني باتاني ما كوكيا وعداهم ميادورا إذن نعود من جديد نتحدث هذا الفيلم في أسبوع الأول ياب 390 كرور السؤال المليون اللي يراود الجميع هل فيلم جوان رح يكسر رقم فيلم باتان اللي وصل 528 كرور أم لا؟ خلونا نتحدث شوية فيلم باتان لما نعرض أنتو عارفين نسبة إيرادات اللي يت من الجنوب لفيلم باتان ما تعادل يمكن 7 كرور 5 كرور ولكن فيلم جوان وصل 340 كرور في أسبوع فقط ليش؟ لأنه في أسباب أسباب أن هذا الفيلم فيها خلطة الساوث فيها مخرج أتلي من الساوث وفيها فيجي المجرم من الساوث وفي عديد من الممثلين وأيضا بطلة الفيلم الرئيسية من الساوث بإضافة إلى الكاست الآخر أيضا لا ننسى أن الموسيقار والستايل الأغاني والممثلين الآخرين والتقنية وأيضا الفنيين كلهم من الساوث ما عدا شارو خان عندك دي بيكا اللي لعبت دور جميل جدا وعندك سنجي دات اللي ظهر ضيف شرف وبالتالي هذه الخلطة بين بوليوود وبين الساوث هي اللي خلت أو خلنا نقول طغط على الساوث النييب فيلم جوان 43 كرور في أسبوع الأول الآن خلونا نعمل قراءات الآن الأسبوع الأول 390 كرور مع جميع النصخ الهندية نحن ما رح نتكلم عن أوفرسيز أوفرسيز حقق أرقام كبيرة ما رح نتكلم عنه نتكلم عساس ما نتلخبط مع المشاهد نتكلم داخل الهند لأن عادة عادة لغة الأرقام ولغة الأفلام الناجحة والوسط وسوبر هيت وبلاك باستر والتايم بلاك باستر كلها تعتمد تعتمد على مداخيل الهند مداخيل الهند وبالتالي أضرب لكم مثل إذا فيلم في الهند ياب 10 كرور أوكي؟ وعلى أوفرسيز ياب 400 كرور داخل الهند يعتبر فيلم فاشل خلاص انتهينا وبالتالي الأساس هو الهند عشان يعطونك التقييم التاغ هل هو سوبر هيت؟ هيت؟ أفريج؟ فلاب؟ ديزاستر؟ هذا هو يعتمد على الميزانية ويعتمد على مداخيل الهند ميزانية الفيلم 300 كرور وبالتالي تعالوا نقرأ معاكم للأسبوع الثاني الآن عنا 390 كرور من داخل الهند يا ترى سؤال الناس راح يعدي بتان أم له؟ بتان 528 توقعاتي للأسبوع القادم أو خلنا نقول بداية الأسبوع القادم اللي هو بدأ اليوم الجمعة السبت والأحد الويكند يعني فيلم جوان دخل في الويكند الثاني الآن الويكند الثاني الجمعة الفيلم راح ييب تقريبا 20 19 20 21 كرور يوم السبت باتر الفيلم احتمال يبلك 27 25 كرور وبعده يبلك يوم اللحظة احتمال 30 أو 28 خلونا نحسب الحسبة هاي 20 20 40 30 70 يعني قول الفيلم راح يجيب في الويكند الثاني من بسبعين؟ 62 62 62 وعننا 390 كم؟ 62 390 ناخذ العشرة يعني 400 460 يعني 450 كرور بعد الويكند الثاني بين 445 450 كرور أو 45 خلنا نقول 445 أسوى احتمالات أيب بعد الويكند الثاني 445 أو بين 440 و45 عشان ما نتلخبط نرجع الأيام الثانية الاثنين والثلاثة واربعاء خميس الأسبوع القادم يعني يوم الأثنين أنا أتوقع راح يجيب عشرة ثلاثة عشرة أنا أحط احتمالات عشرة عشرة يعني عندنا كم؟ 40 كم قلنا هناك عندنا؟ 440 يعني بعد نهاية الأسبوع الثاني قراءاتنا لشباكة تذاكر على مستوى الهند الفيلم راح يجيب تقريبا 490 إلى 500 كرور هذا المعدل أو خلنا نقول 485 كرور إلى 500 كرور هذا القراءة اللي أنا بنسبة الفيلم جوان بعد نهاية الأسبوع الثاني إذن ننتظر ونشاهد الأسبوع الثاني كيف راح يحقق الفيلم هذه الإرادات ومن بعدها راح نتحدث هل راح يقسر فيلم باتان أو فيلم قدر أم لا؟ خلونا ننهي الآن أنا عطيتكم قراءة بعد أسبوع الثاني الفيلم راح يقرب عن 500 كرور راح يقرب عن 500 كرور بعد نهاية الأسبوع الثاني وهذا هو اللي نقول نحن فيلم جوان نقدر نعطيه تاق الآن نعطيه تاق إنه فيلم بلاك باستر ما نقدر نقول أول تايم بلاك باستر لا لسه لنا ميزانيته 300 وبعد نهاية الأسبوع الثاني يبقى 490 يعني بلاك باستر الفيلم طب ما شي صح خلونا ننتظر وهذه هي قراءتي لفيلم جوان وقراءة الإرادات وشباك التذاكر على المستوى الهندي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة